اشتركوا في القناة مختلفة من البلاد على الانتصاب في هذا المجال وفي مناطق عدة كأولاد ميمون العزيب والدويرة وغيرها وفي مجالة فلاحية متعددة اقبال تقابله صعوبات عدة كارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وصعوبة تهيئ الأراضي الزراعية وقلة اليد العاملة المؤهلة في القطاع الفلاحي احنا عنا الففلو وعنا الماطيشة كنخدمهم بجوش الماطيشة والففلو يجيبوا العام كامل هذا هو الاختيار الأول دي لهم هو والأساس دي لهم هي تخدم عليك العام كامل المصارف اللي تصرف عليها تكون زايدة دي ما هي على البلاسة اللي فيها الرمل حيث البلاسة هنا يديما الخدمة عندك مع الحجار يديما عندك نقاوة عندك تطربة مثلاً كتراكتور كتجيبوك يطلب لك واحد ثمان باش كي يخدم لها ومشي باش كي يخدم هنا والخدام اللي كي يخدم هنا باش يوالك يخدم لها دي ما عندك شوية ديال زيادة في المصارف الخدمة كل واحد من يجا كي من صويرا كي من كعزا كي من بن ملال بالنسبة لهاد الخدمة اللي كيدخلوا جدا دي أخص لي رشدهم القطاع الفلاحي أخص لي وريهم أخص لي ساعدهم بزاة في الحويج أخصهم تكوين بالنسبة للمشكلة لدي العاملة وأنك تحاول تأهلها لأنها ماشي لأغلبية ماشي غير مؤهلة وخا أنا الحمد لله كان منطقة كان لدي العاملة كان المؤهلة ولكن اللهم كل عام كتعاوى تأهل واحد النسبة دي ما أخص كده تكون لتأهل اليد العاملة اللي كان عندك بالضيعة بالنسبة لتجاوب للخدامة باليد العاملة مع نشنا لك المشكلة الكبيرة لأننا احنا في اللاحة صغر هذا كي تطرح ذاك المشكلة بالنسبة للغرون دومان ما احنا في اللاحة صغر أكثر يكن نعطيه لسوطري طونس اللي كان عطيه باش كتجيب وفي دل الصعوبات التي يعيشها القطاع الفلاحي عاما بعد آخر يبقى التحدي الأكبر هو الاختيار الأنسب من الأصناف التي تتأقلم مع التغيرات المناخية وكدام واجهة الأمراض التي ما فتأت تفارق تلك المزرعات المشكلة الكبيرة في اللاحة عندنا في نفس الزباب في الدبار عندك هو النماطط وغادي مازال مع المدد غادي يكون أكبر مشكل سيرتم مع المواد مع البرودويل اللي غادي وكيتناقصوا وعندك الحل هو أنك تسخدم بيولوجيك مازال البرودويل مازال بيولوجيك يلا بدأ يتتدفل باو في المنطقة كين البرودويل إن شاء تسخدم المهيد ويقوم بيولوجيك وفي النسبة على كل الغلاء وعود على كل كولتور مثلا فلافيل ومثلا كان أحتياغ بيولوجيك بالنسبة لإذن سيكتد ذلك يكون لرشايا ويكون مسائب وفي النسبة للمنطقة هذا العام لدينا مشكل توتا بثلوطة حفارة اللي أسميته لدينا مشكل بزاف بزاف هذا العام كانت تضاعفت الأعداد ديالة بزاف مع الصيف وكان الناس هملوها في التراتمون وكانوش كيداو وكانوا في اللول كانوا تتلقوا للا الشي ديالة ضدها كانوا كيداو 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 بخوش لكي وكانوا وكانوا نشاو كيداو البرودو سميته بخدوير كيداو البرودو مبقوش كيداو ديالة وتضاعفت واحد الشكل كبير لذلك كان المشكل كبير فمعطي موجة الحرارة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الأولى من بداية هذا الموسم كادت أن تؤثرها سلبا على الزراعة الجديدة لكن يقضت الفلاح وخبرته الطاولة في التعامل مع المتغيرات المناخية حالت دون ذلك لذلك هذه المنطقة جهة البحر شوية للحرارة كتكون مؤطرة بزراش ولكن بالنسبة الداخل المنطقة الداخل كتكون الحرارة مؤطرة شوية الفلاح بنسبة تغييرات المناخية فهذا الأول ديال السنة كان اللي طلقوا مع غرس بكري اللي طلقوا مع ذلك الموجة ديال الحرارة أما اللي كان تلقت مع جدر كبير شوية الناس يجيروا لاسير ومع الزيادة ديال الماء وذلك الحمد لله قدرنا نتجاوز ذلك المشكلة وينفذ المنطقة ديال تفنيت على العموم كتكون نقصة واحد اربعات درجات مقارنة بمشتوكا بيوغرا أو المنطقة اخرى كتكون نقصة شوية الحرارة على الفنت اشتركوا في القناة